افتتاح مستشفى الكاظمية التعليمي بعد اتمام اعمال التأهيل التي وجه بها السوداني بعد زيارة مفاجئة عدت لاحقا مسار تحول ازاء جميع المؤسسات الصحية سواء المتهالكة او المتلكئة الاعمار اليوم يتحدث المعنيون بملف صحة في البلاد عن الانطلاق من هذا الانموذج لتطبيقه على اكبر عدد من المؤسسات الصحية داخل العراق حملة اعادة تأهيل لعدد من المستشفيات المهمة في بغداد والمحافظات سيكون عددها مبدئيا عشرة بالفعل كانت اول تجربة ممتازة في مستشفى الكاظمية ببغداد وايضا التجربة الثانية كانت في مستشفى الكندي والان ليس فقط في بغداد في عدد من المحافظات هناك تنفيذ لاعادة تأهيل واسع لاهم المؤسسات الصحية الموجودة واذا كانت هناك ارادة حكومية تمكنت من انجاز معلم صحيا بشكل واضح وخلال اقل الشهرين فان مشاريع المؤسسات الصحية ببغداد والمحافظات تترقب موازنة العام 2023 لزيادة رقعة نماذج البنايات الصحية رفيعة الطراز بتوجيه رئاسة الوزراء وباشراف مباشر من قبل وزارتي الصحة والتخطيط فيما تعلق بالمشاريع المتلكئة هناك لجنة مشكلة برئاسة سيدنا برئيس مجل الفزراء وزير التخطيط هذه اللجنة مهمتها النظر ومعالجة كل المشكلات التي تسببت بوقف هذه المشاريع نتيجة قرار 345 لسنة 2015 الذي اوقف المشاريع وبنتيجة تلكت هذه المشاريع لدينا اكثر من 50 مستشفى بمختلف الساعات السريرية من 600 سرير إلى 400 إلى 200 إلى 500 سرير إلى 50 سرير هذه متوقفة وقد اتخذت هذه اللجنة الكثير من القرارات والتوصيات التي رفعت إلى مجل الفزراء اسميت زيرة السوداني لمستشفى الكاظمية بالمفاجئة التي ضاعفت الاهتمام بالبنايات الصحية والتي يتوقع أن توسع ملف الاهتمام بالبنايات الصحية والمستشفيات التعليمية لطلبة التخصصات الطبية كذلك ببغداد والمحافظات من بغداد صابرين كومي العراقية الإخبارية